بيان عاجل جدا من وزير الدفاع المصري لكل المصريين ننشر لحضرككم التفاصيل وبينها ارب جي ورشة شاط بيان قتيل من الداخلية المصرية ننشر لحضرككم التفاصيل وبيان هام جدا من الجيش المصري بشأن استشهاد جندي مصري في دولة افريقية ننشر ايضا التفاصيل وعاجل تفاصيل علاقة حب عبر فيسبوك تؤدي الى خطف تاجر وصرقة امواله والامن يتحرك ومفتي الديارة المصرية السابق يوضح حكم لفظ الطلاق بالتلاتة وهل يعد طلاقا نهائيا ومطرب الراب الفلسطيني شاب جديد يعتذر بعد تغييره كلمات مولاي للنقشبندي في حفلة بروان بابلو في البداية عاوزين يصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك او اعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصلي الفين اعجبني او لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليق بكلمة تحيا مصر وانتو قدها ووطنيين عاوزين نوصلي اكتر من الفين تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها نبدأ مع بعض التفاصيل اول خبر معانا وبيان عاجل جدا من وزير الدفاع المصري لكل المصريين واكد وزير الدفاع المصري الفريق اول محمد زكي ان مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة وهي قادرة على الدفاع عن امنها قومي وجاء ذلك خلال حضور الفريق اول محمد زكي قائد العام لقوات المسلحة تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة راعد 32 بالذخيرة الحية التي قامت بها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بمشاركة الافرع الرئيسية لقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاقة في اطار خطة تدريب قتالي للتشكيلات ووحدات قوات المسلحة واشدد الفريق اول محمد زكي على ان الجيش المصري قادر على تأمين حدود الدولة والدفاع عن امن مصر قومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرض مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف وتضمنت التدريبات ادارة اعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل واسلحة الدفاع الجوي وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطات وارباك وتدمير ملاكز القيادة والسيطرة المعادية كما شمل التدريبات للعناصر المضرعة والمشال ميكانيكي على تطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدمرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة في حين اظهرت المرحلة الختمية استخدام احدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الاسلحة والمعدات وفي سياق متصل اشرف الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب قوات المسلحة المصرية على تنفيذ احدى المراحل الرئيسية للمناورة التي تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز وناقش رئيس اركان حرب قوات المسلحة مع عدد من القاضة والضباط اسلوب تنفيذهم المهام والواجبات والمواقف التكتيكية المفاجئة واتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة اثناء ادارة العمليات العسكرية المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية على تويتر للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري وارتي اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر تحيا مصر ربنا احفظ جيشنا المصري ويجعله دائما بخير انتل مع بعض الخبر اخر وبينها رب جي ورشاشات بيان خطيل من الداخلية المصرية ننشر الان لحضرككم التفاصيل تمكنت قوات الامنة المصرية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط اكثر من 5000 قطعة سلاح ناري بحوزة 4000 متهم خلال شهر واحد وفي التفاصيل ضبطت الداخلية 5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهم ابرزها وفقا لصحيفة اليوم السابع مدفع اربي جي وجرينوف و3 رشاشات و424 بندقية آلية و826 بندقية مشاشخنة وغير مشاشخنة و253 مسدسا و3537 فرد محلي وعدد من الطلاقات النارية و525 خزنة و7108 قطعة سلاح ابيض كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الاسلحة النارية بداخلهم 8 مسدسات محلية وعدد من الطلاقات النارية واجزاء وادوات التصنيع وعلى صعيد البشر استطاعت الداخلية من ضبط 61 تشكيلا عصابيا ضمه 223 متهما ارتكب 362 حادث وضبط 815 متهما من العناصر الاجرامية المشهور عنهم ارتكاب اعمال البلطجة وبحوزتهم 7 بنادق آلية و19 بندقية غير مشاشخنة و6 مسدسات و195 فردا محليا وعدد من الطلاقات مختلفة الاعيرة و584 سلاح ابيض مصدر معانا كامل اليوم السابع وارتي اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل تحية طيبة لمزارة الداخلية المصرية على هذه المجهودات العالية انتقل مع بعض الخبر اخر وبيان هام جدا من الجيش المصري بشأن استشهاد جندي مصري في دولة افريقية ونعت قوات المسلحة المصرية جنديا مصريا في قوات حفظ السلام الدولية توفي في مالي بسبب تفجير عبوة ناسفة اثناء تنفيذ احدى المهام وفي بيانها قالت قوات المصرية تنعي قوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي والذي استشهد بالامس بسبب تفجير عبوة ناسفة اثناء تنفيذ احدى المهام مشيرة الى ان الحادث اصفر عن استشهاد ضابط صف واصابة ثلاثة درجات اخرى من قوات حفظ السلام المصرية واضاف البيان يجرى حاليا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنصيق مع الامم المتحدة واذ تتقدم قوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة داعين الله عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله الصبر والسلوان مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل كما اكد الجيش المصري ان دوره في حفظ الامن والسلم الدوليين ينبع من ايمانها التام باهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على التنظيمات الغير قانونية تحت مضلة الامم المتحدة المصدر معانا كان من RT ربنا يرحمه ربه ويخفره باذن الله ويجعله مع النبيين والصدقين باذن الله في الجنة انتنى مع بعض الخبر اخر وعاجل تفاصيل علاقة حب عبر فيسبوك تؤدي الى قطف تاجر وصرقة امواله والامن يتحرك بعد علاقة حب على فيسبوك اقدمت عصابة في منطقة البحيرة المصرية باختطاف تاجر وحاولت الاستلاء على امواله فيما كان اهالي الحي والشرطة لهم بالمرصاد وبحسب التفاصيل التي كشفتها صحيفة الوطن فان تاجر اغذية في منطقة البحيرة يدعى فتح يعين اتنين واربعين سنة كان على علاقة حب مع احدى السيدات بعد تواصلهما عن طريق موقع فيسبوك وخلال رسائل التواصل بينهما عرضت عليه السيدة شراء شقة مملوكة لها فوافق وصور كوما من الاموال مفتخرا انه يستطيع شراء شقتها باي ثمن وبعد عدة ساعات وفي مساء نفس اليوم دخل شقة التاجر اربع اشخاص ادعوا انهم من مباحث الاموال العامة وان التاجر متهم بالاتجار في العملة وفتشوا مسكنه واستولوا على امواله واستحبوه معهم الى سيارة لكنه استغاث بالاهالي ففر اثنان من المتهمين هاربين بينما فرت السيارة وهو بداخلها مع اثنين من المتهمين في حين تمكن كمين شرطة على احد الطرق بالبحيرة من ايقاف السيارة فعرف المتهمون انفسهم بانهم من رجال الشرطة لكن المجن عليه صرخ فحاول المتهمون الهرب لكن افراد كمين القوا القبض عليه بعد ان امسك الاهالي والشرطة بالمتهمين الاخرين وبرئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة ادارة البحث الجنائي بموديليات امن البحيرة تم تشكيل فرق بحث وتم تحديد السيدة المشهر اليها وتبين انها ربت منزل لها معلومات جنائية مقيمة بالاسكندرية وانها تربطها علاقة صادقة بالمجن عليه عن طريق فيسبوك وافصاحه لها عن امتلاكه مبلغ مالي واحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فاتفقت مع احد المتهمين على سرقة المبلغ اذ استطاع الامن المصري من ضبطها وباقي المتهمين وتم العثور بحوزة احدهما هاتف المجني عليه ومبلغ مالي من متحصلات السابقة موضحا بقيامه بايداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الالكترونية القاصة به وكذا ببطاقة بنكية لشراء بضاعة من احدى الشركات الاجنبية مصدر معانا كان من الوطن اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من تلما بعض الخبر اخر ومفتي الديار المصرية السابق يوضح حكم لفظ الطلاق بالتلاتة وهل يعد طلاقا نهائيا ام لا اوضح الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق حكم لفظ الطلاق بالتلاتة وهل يحتسب طلقة ام ثلاث طلقات وقال جمعة خلال حواره في برنامج من مصر على قناة سي بي سي استقرت الفتوى على انها تقع طلقة واحد ويجعلها بالتلاتة فعليه الذهاب الى المأزون متابعا انه احيانا وثيقة الطلاق يكون بها تناقض حيث يكتب فيها الثلاثة ورجعية وهنا يتدخل القاضي لتصحيحها وبحث المسألة ويطلب الشهادة وينفذ ادوات اثباته وتابع جمعة ان الطلاق له شروط منها المعروف في الجهات الاربع الاشخاص والاماكن والاحوال وان يملك كلامه وليس مرغم عليه وشيلا الى ان الطلاق يكون بحرف القاف وليس نطقها طلاق مما يعني انه لا يجوز الطلاق على واتساب او الفيسبوك او ما شابه المصدر معنا كان المصري اليوم اترك لحضركم التعليق على هذا القبر الهام والعاجل توضيح من مفتي الديار المصري السابق الشيخ الكريم علي جمعة يقول انه تحسب اذا قال الشخص انا بطلائك بالتلاتة تحسب تلقى واحدة اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض القبر اخر ومطرب الراب الفلسطيني شاب جديد يعتذر بعد تغييره كلمات مولاي للنقشبندي في حفلة مروان بابلو بعد الانتقادات التي طالتهم اعتذر مطرب الراب الفلسطيني شاب جديد عن ما فعله بحفلة المغني المصري مروان بابلو وتغييره بكلمات ابتهاء المولاي اني ببابك الشهيرة للشيخ السيد النقشبندي وعبر خاصية ستوري على انستجرام قال شاب جديد اولا كل الشكر والتأديل للجمهور على الحفلة الجمدة ثانيا انا اعتذر بشدة على سوء التفاهم اللي حصل وكل الحب والاحترام لاخوي مروان وواضح اني اسأت التقدير في العبارة اللي قلتها ولو اني كنت تعرف انه اللي حصل حساس وموسيقى الجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع مني بتمنى انكم ما تزعلوا مني نياتي كانت صفية والله ولي التوفيق ومروان مالوش دعوة خالص وكان شاب جديد قد تعرض لحملة انتقاضات بعد ظهوره في حفلة مغني الراب مروان بابلو الذي اقيم مساء الجمعة الماضية في مركز المنارة آرينة بالقاهرة الجديدة ما جعل نقابة المهنة الموسيقية تصدر قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو واصدرت النقابة مساء امس السبت بيانا جاء فيه قررت نقابة المهنة الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتبار احد مؤدي الراب خاصة انه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد واخترت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعاهدين بهذا القرار لانه تناول في احدى حفلاته ابتهالا ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتدال وافرغه عن محتواه الاخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو الفاظا خرجت عن كل الاخلاق والتقاليد الحميدة وهو الامر الذي اصاب المصريين بخيبة امل حيث ان القضية بدأت بمشاركة مغني الراب الفلسطيني مروان بابلو بالغناء كما قام بغناء ابتهال مولاي للشيخ سيد نقشبندي بعد تغييره كلماته وقام بتغيير كلمة مولاي الى مروان في اشارة منه الى مروان بابلو المصدر معنا كان من مصراوي اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل جينا مع بعض الانهاية نشرة الاخبار اتمنى اكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب باذن الله واخبار جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته